السلام عليكم ورحبا بكم انا منتصر انتم على قناة اوتيمو غاسترو هارا اليوم ان شاء الله نعمل البغيرة باش نبدأ على بركة الله سنعمل ستة دل كيسان دل مادافي ستة دل كيسان دل مادافي مايو عاديل هيترو ومية دقرام تقريبا كيلو ومية دلقرام تقريبا كيلو ومية دل ميليتر سنقوم بعمل 15 جرام الخميرة معجونة سنقوم بعمل صغيرة السكر نصف كيلو سميدة سميدة سفرة رقيقة سنقوم بخبطها قليلا ثم نضيف الملحة 15 جرام ونقوم بخبطها سنقوم بعمل 15 جرام ثم نضيف الخميرة هذا الحلواء ولكن هذا المرة الإضافة ستكون غيب الخبط اليدوي في العجينة يا وجه على بركة الله بدينا الإعداد الطيب من السابق يجب الوقت حتى ترى هذه الصورة فاني نتصر الفيديو لكي نختصر عليكم الوقت للفراجة إذن كل بغريرات كذلك لغيب المهل ولكن العافية لا تكون عاوض مرة متالية إذن يجب أن يكون واحد اعتدال في هذه النقطة لإختيار العافية إذن هنا كنا نعمل ثلاثة بغريرات متالية ومن بعد نعمل عملية في حال الغسل المقلاء أو المسح هذا ما سوف تقوم بس سوف ترى هذا هو قليل الماء سوف نسحها في السيرفية سوف نقوم بعمل عملية لإعداد البغريرات سوف ترى البغريرات يجب أن ترى البغريرات يجب أن تجعلها في الكنجيلاتور يمكنك أن تصخنه ولكن غير في الفران من الأحسن لا يتصخن في المقلاء لكي لا يتعود يتصخن في الفران وتبارك الله كله يجي ممتاز والفتاوى يجي دكش في الغاية والنهاية مع شوية الزبدة مع شوية السكار مع شوية القرفة ممتاز تبارك الله عليكم رمضان سعيد وإلى اللقاء في فيديوهات أخرين إن شاء الله ممتاز 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 ممتاز